صوت مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية اليوم بالرفض على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وأحضي المقترح بمعارضة عشرة نواب وموفقة تسعة آخرين فيما تم تسجيل 24 نائبا عن التصويت وأعلن رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي الذي ترأس هذه الجلسة العمومية التشريعية على أن مقترح القانون لم تتم المصادق عليه وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين